هناك جديد من هؤلاء المتطرفين اليمين المتطرف المساند لترامب اللي بيواجه الديمقراطيين هل يمكن أن نرى غدا ما رأيناه يوم 6 يناير أو هل يكون هناك نقلا سلسا وسلميا للسلطة هل يجلس بايدن على مقعده في البيت الأبيض بهدوء وبيسر وسهولة أم نرى ما تتخوف منه الإدارة الأمريكية والأجهزة الأمريكية سواء أجهزة الاستخبارات أو البنتاجون الـ FBI بتقول عندنا حرص وطني اللي هو بيحمي واشنطن وبيحمي المؤسسات سواء البيت الأبيض أو الكونجرس الأمريكية وغيره حرص الوطني حوالي 25 ألف جندي 25 ألف جندي حرص وطني اللي هم يحموا عملية نقل السلطة بشكل سلس الـ FBI فجرت قنبلة قالت احنا الـ FBI الجهاز المكتب التحقات الديدرالي الأمريكي عندنا شك في أنه ممكن أحد ضباط الحرص الوطني يقوم بعمل تخريجي يعني وصلت للأمور في الولايات المتحدة الأمريكية أنه الأجهزة بتشوك بعض بتخون بعض بترائب بعض خايفة من بعض الـ FBI خايف من حرص الوطني بيقول ممكن واحد من ضباط الحرص الوطني يكون لديه توجه يمين متطرف ويفجر نفسه يرمي قنبلة يعمل كذا يغتال الرأي حاجة من حاجات دي لذلك عندهم مراجعة بيرجعوا السفيات والمواقف والأراء لـ 25 ألف جند أمريكي من قوات الحرص الوطني الجزء الثاني الـ FBI بيقولوا احنا مش خايفين بس من دول ده احنا كمان خايفين من يطلع واحد كده مش معمول له حساب عنده ميول متطرفة يمينية يعمل لنا مشكلة ويغتال بايدن أو يقوم بعمل تخريبي فيما نسميه بظاهرة الذئاب المنفردة اللي هو مختنع بأفكار لكنه مش تنظيمي محدش يقلع من كده هو من تلقاء نفسه ودي ظاهرة موجودة في العالم كله الذئاب المنفردة يبقى الـ FBI بتحذر وبتخشى من عمل تخريبي من الحرص الوطني نفسه اللي هيحمي بايدن نفسه خايفين منهم وخايفين من ظاهرة الذئاب المنفردة الى عاصمة الامريكية طبعا زي ما انتم شايفين تحولت الى ثكنة عسكرية قبل ساعات من زي ما انتم شايفين في الصورة لو احنا جبنا الصورة دي من حوالي مثلا شهرين كانوا قال علينا مجانين لو قلنا الصورة دي في امريكا دي في واشونتون دي فين دي في الكونجرس دي فين دي في البيت الابت تعزيزات عسكرية وطوارئ والله بلا وجمهوريات الموز لم تشهد هذا مش ممكن مش ممكن امريكا اللي عندها وعندها وعندها اغنى دولة في العالم واكبر دولة في العالم واقع دولة في العالم واللي عملت يصدعوا دماغنا وقرفونا بالديمقراطية والحريات والقوة وعارفين دبت النملة وعارفين ما اسم مش عارف الملابس الداخلية اللي مش عارف لمين كل ده عارفينه ومش عارفين يحموا رئيسهم ومش عارفين يحموا الكونجرس مش عارفين يحمل مؤسسات الموجودة عندهم وبيشكوا في بعض خايفين الف بي آي خايفة من عمره ما حصلت التاريخ الامريكي يا جماعة اللي بيحصل ده يعني لو طلع ابراهام لونكويلن هيحصل له عملية جنان ولو حصل لو قام جورج واشنطن هيشوف اللي بيحصل ولو قام عموما احنا من هنا للبكرة هنتابع مع بعض لكن القائم بعمله جزير الدفاع الامريكي كريستوفر ميلر قال انه مكتب التحقات الاتحاد يساعد الجيش الامريكي في اجراء تطقيق على اكتر من 25 الف جندي زي ما اقول لكم بيراجعوهم بيتابعوهم كلهم الواشنطن بوست قالت خطة جهنمية للزئاب المنفردة ممكن تخترق تنصيب بايدن الكلام اللي بقول لكم مشاهدة ده جاء في الواشنطن بوست وذكر التقرير اللي نشرته الواشنطن بوست المعلومات المتوفرة تفيد بعزم اولئك محاولة الدخول الى المناطق المغلقة امنيا عبر ارتداء ملابس مشابهة لافراد الحرص الوطني المنتشرين حاليا وعبر التعرف على الثغرات الامنية ونقاط الضعف في تأمين العاصمة الحاجات ده جماعة العال فاكرين الموضوع بلبسوا لبس الجيش ولبس القوات المسلحة دي بدعة الاخوان عملوها في مصر والارهابين والدواعش يلبسوا لبس الجيش عشان يفجروا نفسهم ويعملوا دلوقتي موجودة فين؟ في واشنطن احنا كنا كان بيحصل في ايام الفوضى عندنا في 11 وغيره وما جرى في سيناء بعدها بعد الاخوان وغيره كنا بنشوف هذا الكلام ونقول احنا ده احنا طلعنا 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 الحمد لله يعني انا انا والله مش فرحان ومش لكن عايز اقول بس تكشفت الامور فبصرك اليوم حديد سبحان الله المشهد ده لو كان عندنا تخيل تخيل لو الصورة دي موجودة كده يقول لك ايه يقول لك لو عندنا هذا الكلام يقول لك ايه واصل الرئيس هيقول لك واصل الرئيس على اصوات المدافع واصل الرئيس على ظهر دبابة هيتقال هذا الكلام انا بقول الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن يدخل البيت الابيض ممتطيا دبابة على ظهر دبابة على وقع اصوات البنادق والمدافع رئيس امريكا بهذا الشكل دي واشنطن دي منظر ده مغلقة تماما مغلقة للخوف مش للتحسينات مغلقة لتنصيب جو بايدن اللي بيحصل في امريكا تاريخ جديد بيتكتب تاريخ الاجيال اللي جاية تقراه انه حصل يوم 6 يناير 2021 مصيبة حلت على دماغ الامريكيين ورؤوس الامريكيين ولن يعود الوضع مجددا كما كان قبل 6 يناير اللي بيحصل في المجتمع الامريكي فرقة وانقسام شديد مجتمعي بين اليمين المتطرف وبين الامريكيين العاديين بالسياسة التي يدرها وتدرها الشركات الكبرى ادت الى هذا المشهد استقطاب حاد في كل مكان انا مش فرحان انا اتمنى السلامة لكل انسان على ظهر الارض واعني امريكا والناس وولنا اصدقاء في واشنطن وفي نيورك وفي نيوجيرسي عندنا اصدقاء في كل هذه الاماكن في فيرجينيا وغيره بقول انه احنا مرينا بمرارة احنا شعرنا بهذه المرارة هذا الشعور اللي بيشعر به الامريكيين الامريكيون الان بيسيروا على اطراف اصابعهم قلوب الامريكيين متوقفة للحظات تنصيب رئيسهم الجديد عشنا هذه اللحظات هنا عشنا هذه اللحظات هنا اكثر من مرة بدعم من قوة داخل امريكا وعشنا لحظات رعب وعشنا لحظات فوضى وعشنا لحظات عديدة اضطر الجيش ان ينزل الشارع بهذا الشكل قالوا انه الجيش المفروض يخرج لثكناته فاكرين حضراتكم الجيش الامريكا هو موجود في قلب شوارع واشنطن موجود ليحمي المؤسسات الامريكية لما الجيش بتاعي يجي يحمي مؤسساتي يقول لك لا الجيش المفروض ما عش عارف ايه يعود لثكناته لما يجي انا الجيش بتاعي بيشتغل الجيش بتاعي بيتحرك وبيبني نفسي الراجل الرخو الكائن الرخو عديم الرجولة محمد البردعي يخرج بتويتا ينتقد وجود الجيش الامريكي في شوارع واشنطن نفسي يخرج هذا الراجل عديم الرجولة وعديم المرؤة بشكل واضح يخرج ليقول كلمة كما كان يقول الجيش يا مونة الماكرونة يا مونة مش دا كان بيقولوا والناس بتسقف له الناس الشمال كلهم انا بقول فين اصواتها هؤلاء فين الرجل زعيم الليبرالية المتأخرة ايمنور فين فين الناس اللي بتكلموا فين الطيار المدني اللي ارفونا في عشيتنا فين الناس دي تجاه ما يجل فين هؤلاء راحوا فين هؤلاء انا بس بفكر الناس وبقول لا احنا الحمد لله احنا دولة محترمة احنا دولة محترمة وجيش وطني وناس طيبين احنا جوجل عمل صورة بتوضح المناطق والثكنات العسكرية داخل مين داخل ايه داخل واشنطن داخل اهي الصورة دي يا جماعة معبرة ان قتل الحمراء اللي قدامكو دي كل دي ارتكازات عسكرية ارتكازات عسكرية ده جوجل اللي عملها بيقول للناس الامريكان خدوا بالكم المناطق دي كلها كل ده هو الشبكة اللي قدام حضراتكو دي شبكة شبكة ترسانة عسكرية موجودة وقوات عسكرية موجودة داخل العاصمة الامريكية ده خطة موجودة قدام حضراتكو